السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الوصفة لتفهمها وطريقة تحضيرها تبعوني للاخير سوف نقول لكم كل التفاصيل كيف نخدمه هذه الوصفة في هذه الوصفة هنا لدينا حبة عبصل تكون مفرومة لا يخشينا لا يرقيقها بزف ودينا كمية الكورجات والجريوات التي قطعناها على شكل مربع انا عندي كمية كبيرة انتمو كل واحد وحسب الاصلة انتعوش حال رح يدير الكمية تقدروا تديروا مول الصغير بتاع هذا الفلون بالقلعة ولا تتعاملوا مول كبير سنوة كبيرة يلا تكبروا الكمية قد ما عندكم في الاسراء يلا تشوفوا معي وشوفوا طريقة كيف رح ينخدمه هنا لدينا قدر يكون واسع شوية رح نديروا كمية تعزيد تكون معتبرات كمية تعزيد تكون شوية مليحة على خاطر رح ينقلوا في هذا ال نقلوا فيه القرعة تعناو البصل ومبعد الكمية تعزيدة التي شفناها زيتها رح ينقطرها هنا بعد نسخ نضع الزيتة نضع البصل ونضع البصل ونضع البصل ينقلوا ينقلوا البصل تعناو نصف تقليه قبل كل شي ينقلوا نحن رح ينقلوا كمية الزيت التي يرى كمية مليحة لا تنسوا ان اشتركوا في الفيديو وتفعيل زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد من وصفات أصمر سنقلل هذا البصل حتى يجبال ستقلل هذه المستقلية ويران في الزيت ونضعه في المرحلة هذه نضعه بكمية القرعة ونضعها في الزيت نعطيكم اخرى تفكرة القرعة كل ما تقللها مليح كل ما تعطيكم بنا بزاف شابة وما تنسوا ان تنسوا القرعة ولا الكورجات ولا الجروة سيكون حتى ذوق التحاي سيكون ملح يعني كي يجدون الملح نقصوا في كمية الملح اللي تستعملوها لها هذه هي كمية القرعة اللي لدينا سنقللها معها ومن ذاك نخلطها مع البصل هذا ونغطيها كل ثقائق أو لا ربع دقائق سنقلبها حتى تدبال مليح وتأخذ ذاك اللون الأحمر يعني تحمر مليح هكذا ما ندلوها لا حتى توابل ولا شي لا ملح ولا توابل بعدين باش ندلوها توابل التواح راح نرجع لكم بعد ما تتقللنا هذه القرعة كما راكم تشوفوا القرعة ستتقلل ونخلط فيها وهي راهي تدبال راهي تتقلل معنا واحدة الريحة تخرج منها ما شاء الله ما من كمية كانت كبيرة تاع القرعة حتى ولتنا كمية غير أصغيرة نتخلط نقلبها من ومن نحركها هي تحمص وتتقلى معنا ونرجع نغطوها حتى وين تتقللنا مليح مليح هنا القرعة التعنار هي تتقللت وذبالة مليح راحي ننطفيع لها ونخدمو العبارات ووش نديرو مع هذ القرعة تتبعوني وشوفوا التفاصيل هنا وش راح نديرو راح نديرو حوالي ثم حبات على البيب انتوا محساب كميتاكم تقدروا تنقصوا في كمية البيب ولا تزيدوا فيها راحي قشور هنا من ناحية راح نزيد معها كمية من الجبن الابيض فرماج بلون مربعات راحي اتباع بالميزان ماشي مشكل انتوا مهن الجبن نستعملوا كدما حبيتوا تقدروا تستعملوا 6 حبات 8 حبات حتى 10 حبات هنا راح نزيد حوالي كاس تحليب طبيعي الطبيعي هنا تستعملوا طبيعي الا الحليب Empere سوف تضع الأكل لأكل وسوف نضع الأطارات بالزك بنيحة وشرب سوف نضع ملحة ومعطينا كما أعطيكم يضع الفرمجر مارح مارح ضرر ضرر مبكة الملحة سوف نضع الملحة ونضع ملحة ونضع الملحة سوف نضع الملحة هنا نضع صينية للفرمجر ومعطينا بكثير ونضع الكتاب منذ الضغط يوجد ملحة ونضع نضيف زيت زيت نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح وعندما ايض دون الأجني نضيف واحد نضيفي فزير سوف نتعط القرحان سوف نبدأ بشكل ماء سوف نستخدم الطريقة الأخرى لا نستخدم جبن مبشور سوف نستخدمها جبن مكوناتك نستخدم مكوناتك سوف نستخدم لشفل الخبز المرحي سوف نضحها من فوق خبز يابس ونحن في المكسور ونقوم بسكربج خبز يابس يجب أن تحمرنا مليح و تشوفها تنفخة و تبقى حمارة من الفوق نعرف بأن الفلون تعلق القرعه هو طيب لا تنسوا اشتركوا في الفيديو و تبعي زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد من وصفات أسمر و نتلقى بعد الفاصل بعد أن هذا الفلون تعلق القرعه المالح تاعشاء واللغداء السهل وماهل وخفيف سوف نعرف لكم في صحن التقديم إن شاء الله هذه هي الفلون تعلق القرعه ولا تعلق القرعه كيف يسموها في وطننا للحبيب هذه هي في صحن التقديم كيف سوف نقدمها خرج من حملها ما شاء الله الخبز اللي ربين فيها خرج من ما شاء الله هيا شوفوا تهبل يلا تلقوا في صحن التقديم ونشوفوا كيف سوف نقدمها هذا الطابق انتعناها فلون بل فلون القرعه أنا أريد أن أسميكم بشوية غريب ولكن الضوء تحام ما شاء الله بسم الله ما شاء الله هذه هي وصفتنا تعالني عارليوم فلون القرعه جهائل بنا ما شاء الله أنا هلنا هذا هو التزين تاعي بالكيتشوب ولا تزينو حتى بالمايوناز لونوعة وزينو باكة كما تحبوا قطعة الجاج وصفة اقتصادية بمتياز لا تنسوا تخبط وقس في الفيديو وتفعيل زر الجرس سوف يوصلكم كل جديد من وصفة أصمر و لا تنسوا لا تنسوا البارتاج بارتاج مكسيمو مرحبا مرحبا معنا في القناة رامج القناة قناتكم اي وصفة حبيتها اضعونا في التعليق و لا تنسوا بالاعجاب و دعوة الخير وتعالى في وعتيكم و ان شاء الله شاهدناكم في الجنة سلام اشتركوا في القناة